موسيقى 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 حزائي منها التقرير المهم يعطيهم العافية الزملاء في قسم التقرير الميدانية ونحن نحكي عن مخيم الصيفي ونحكي عن مركز هيا الثقافي المخيمات الصيفية طبعا تنتشر صارت في السنوات الأخيرة الكل بيحاول يعمل مخيمات صيفية حتى المدارس بتقدم خدمة للطلب خلال العطلة العطلة اللي أصبحت طويلة نوعا ما لكن من الضروري أيضا استغلالها بشكل مفيد وفعال لأبنائنا وللأهالي أيضا كنا نحكي عن الريادة أيضا المخيمات الصيفية إلها دور أيضا في بناء شخصية الطفل إلها دور في تنمية قدراته الذهنية والعقلية وأيضا دورها في بناء شخص ريادي وقادر على بناء مستقبله معنا اليوم بهالصباح للحديث عن المخيمات الصيفية وكيفية اختيارها الأخصائية النفسية شهدها هزيمة صباح الخير أهلا وسهلا فيكي الله يشعد صباحك وفيكي شكرا يعني إحنا لما نقول عن الإجازة الصيفية وكيفية استغلالها كتير أحيانا بيكون الأهل محترين إيش نعمل بالإجازة الصيفية بدنا نسافر معلش منقول أحيانا السفر يمكن خمس تيام عشر تيام لكن العطلة طويلة هل أنت مع التخطيط المسبق للعطلة الصيفية بداية صباح الخير ويسعد صباحك وصباح المشاهدين أنا الحقيقة مع التخطيط بشكل عام يعني أي مشروع ناجح وراء تخطيط جيد فأكيد أنا مع التخطيط هلأ عادة موسم الإجازة الصيفية هي موسم بنتظره الجميع الكبار زيهم زي الصغار بعد عام مضني من الجهد والتعب أكيد مع أولادهم كما أنه هو موسم بنتظره الجميع هو يعني للأسف لكثير من الأمهات هو موسم معاناة وتعب وألأ رعب بتصير الأم بالضبط بتصير بتصير مرعوبة لأنه البطل فيه الحقيقة تقيد في الالتزام في مواعيد النوم صار بحل السهر لأولادنا بطل فيه انضباط كما يجب فلابد من أنه مجرد ما انتهى العام الدراسي يعقد الأهل الأم والأب جلسة حوارية مع أبنائهم بهالجلسة الحوارية المفروضة حددوا أو يطلعوا بخطة واضحة شاملة فيها رصد لميزانية إيش بدوا ينصرف على هالإجازة هذه قديش الميزانية تصرف من ناحية إيش الأنشطة اللي أبنائنا أحبين أنهم يشتركوا فيها أكيد يعني هواياتهم ميولون مختلفة مش كل أبنائنا هواياتهم وحدة فيتم تدوينها وكتابتها وبعدين إيش الوسائل لتحقيقها ومن هون نبدأ إذن أنت مع بقدر أفهم مئة بالمئة الحاق الطفل أيضا بمخيم صيفي خلال عطلة الصيف أكيد أنا مع حقه يعني مع ثورة التكنولوجيا في أيامنا الحالية وإقبال أغلب أولادنا على الإنترنت وعلى الألعاب الإلكترونية وعلى شاشات الكمبيوتر وحتى إدمانهم عليها أكيد بدك توفري لهم بديل تاني لأنه ما فيك يتجي تقولي لابنك أو بنتك شو اللي عم تعملوا ليش قاعد طول الوقت على الفيسبوك أو هيك يقولك أدميلي بديل وفعلا هذا دور الأهل أنهم يقدموا بديل لأنه الحقيقة دراسات طبية برضو أثبتت أنه أبنائنا يعني مشكلة البداني هي يعني مشكلة بيعانوا منها هالجيل غير على مشكلة البدان نتيجة أكيد يعني قعدتهم أمام شاشة التلفاز لفترة طويلة هذا من ناحية ومن ناحية تاني برضو هالطفل هذا أو ابني بدأ ينعزل عن مجتمعه المحيط فيه فمن هون ضروري أنه أوفر له بديل مناسب لكن بدي أكون انتقائية في هالنادي الصيفي هذا اللي بدي أعطته فيه قبل ما نقول يعني كيف نختار المخيم الصيفي لكن شو فوائده وإنعكاسه على أطفالنا هلأ فوائده أكيد لا حصر لها النادي الصيفي يعني أبرث شيء ممكن أقولك أنه تنمية روح المسئولية عنده الاستقلالية أيضا سير فيه عنده روح المشاركة والعمل الجماعي الانضباط والالتزام والتقيط في الوقت والاهتمام في موضوع الوقت من ناحية أكيد بتوفر له تجارب مختلفة نتيجة تعرضه لأنشطة مختلفة بتعرف على أصدقاء جدد خارج إطار المدرسة بتعلم بنمي يعني الإحساس في احترام الرأي واحترام الرأي الآخر بعلمه مفهوم الفشل والنجاح والربح والخسارة يعني إلها حقيقة فوائد لا حصر إلها كيف منختار المخيم الصيفي اللي بيلبي احتياجات أبنانا يعني كيف نقدر نوازن إنه هذا المخيم الصيفي بناسب الطفل بناسب ابني ممكن ما يناسب ابنك كتير سؤال حلو هلأ كيف بدي أختار المخيم المناسب لابد كل واحدة منا كل أم عنده أصدقاء وجارات وأصحاب ومعارف فلابد بجلساتهم الصباحية المسائية أو المسائية بدارتشوا إنه وين ابنهم مثلا بالسنين اللي فاتت وين نحط نحط ولادهم هل كانوا بستمتعين أو لا فإذن بستعلم عن الخطوة الأولى عن نادي صيفي اللي استمتعوا فيها القريب أو هالأبناء القريب أو هالجار هاي الخطوة الأولى خطوة الثانية إنه بقوم بزيارة هذا المكان يعني لا أكتفي أبدا بمكالمة هاتفية لا بدي أروح أزور هذا الموقع أشوف أقرأ البروشور أو الكتية بالعرض اللي عندهم حتى أشوف شو الأنشطة اللي بقوموا فيها إيش المواقع اللي بيزولوها المشاركين في النشاط هل المواقع وهذه كتير الشغلة مهمة هل يتوفر فيها السلامة والأمن لأنه هذا شيء كتير مهم كمان بدي أتأكد يعني أعد ألتقي بفريق العمل وأشوف هل يترى المشرف عن النشاط كفق يعني من ذوي الاختصاص والخبرة أو لا هذا كتير كمان شيء مهم فيعني هذه أمور كلها مفروض أرعيها هل يترى الأنشطة اللي بيقدموها تتناسب مع ميول ابني تتناسب مع الفئة العمرية اللي هو فيها هذه كمان أشياء ضروري ناخدها فعلي الاعتبار هل ضروري مشاورة الطفل أيضا بالنشاطات اللي بيحبها بالمخيم الصيفي إذا هو أساسا عنده استعداد لمخيم الصيفي يمكن يكون من الأطفال اللي مثلا مش حابين أنه يندمجوا مع الناس شوفي أنا سؤال برضو جميل أنا ضد تماما أنه إرغامه على الاشتراك في هالنادي بس يعني بحاول أشجعه يعني كل أم تعرف شو ميول ابنها وشو مواهبه فبحاول أشجعه مثلا ابني بحب لنقول هاوي لكرة القدم فممكن روح نوية ونشتري حذاء موني يتناسب لهالنشاط هذا بنتي بتحب الرسم روح أجيب معها علبة ألوان إذن بحاول أهيئها وأشجعها حتى تستثمر يعني تستثمر أوقات أولادنا بطريقة صحيحة نصيحة أخيرة بتواجهها للأهالي مع بدء العطلة الصيفية لأنه ما بنسمع إلا صرح وعصبية من الأهالي أنه بطل فيه التزام مثل ما ذكرتي بالبداية فعلا هو بطل فيه التزام بطل فيه التزام لا بموعيد نوم ولا أكل ولا خلاص بيدربوا بعرض الحائط كل شي وكأنه هدول الثلاثة شهر أو الشهرين ونصم مختلفين تماما عن كل أشهر السنة مزبوط أحيانا منقول أنه هم التزام وانضباط غصبا عنهم بالمدرسة فمن نعطيهم فسحة حرية لكن لأي مدى ممكن نوجه نصيحة للأهالي بالتعامل مع الأبناء خلال بدء العطلة الصيفية هلأ شوفي أنا رح أهمس في أذن كل أم وكل أب وأقولهم تذكروا دائما أنه يعني الفراغ مفسدي للمرأة فحاولوا ما تخلوا الإنترنت وشاشات الكمبيوتر هي الأشي الوحيد اللي يملأ فراغ أبنائكم فحاولوا يشغلوا بطريقة صحة وأنا الحقيقة كتير مثلا مع الأشياء التطوعية برضو حلو نغزي عند ابننا أنه ما تشتغل تعمل شي لقاء شيء إلا طلبا للأجر وبنفس الوقت كمان أنه ينبسط بشيء يعني أنا بدي أشكرك الأخصائي النفسية شاذة هزيمة على هذه المعلومات القيمة اللي متمنى أنه الكل يكون استفاد منها وخصوصا نحن 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 عن موضوع مهم العطلة الصيفية والأرق اللي بصيب عادة الأهالي مع بدء العطلة الصيفية شكرا إليك أتمنى للك إجازة سعيدة شكرا إليك شكرا شكرا